السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم أنا أمي في كرب شديد أبويا بيشكي فيها وبيعملها وحش وبيرائبها وما بقاش يخرج من البيت خالص لدرجة أنه بيدخل وراها الحمام وهي ست مريضة بالغضروف وشبه قاعدة مش بتقوم من السرير والله العظيم هي مظلومة وعندها 57 سنة نفسي أسعدها ويجد لها حلا أمي مش بتبطل هياتها هتموت من كتر الظلم هي مش هتموت من كتر الظلم في الحقيقة هي هتموت يعني بعد الشر هو اللي حاصل بيها عليها ده ضغط شديد جدا جدا لأن والد حضرتك محتاج يروح لطبيب نفسي لأن اللي حاصل ده ده شك مرضي معروف بهذه الطريقة وده شك مرضي محتاج لطبيب ولده دخل طبيب وهو في الحالة دي يروح للطبيب ويحصل على ويكتب له وصفة طبية تخفف وتعالج الخلل الذي حدث في إنزمات المخ وفي كمية المخ عشان تعالج هذه الاضطرابات التي حدثت له وخاصة لو كنت بتسألي عن حد تحول حاله طب لا ده هو طول عمره كده يبقى ده يجعل الحالة تتفاقم كل ما تمر الحياة لأن حد يدخل وراء حد في الحمام وحد بيتعامل مع حد مريض فيتعامل معه بهذه الطريقة فيرأبه وانت طبعا قلت الكلام ده بطريقة خفيفة لكن واضح إن المسألة أعمق من كده يبقى الحالة وإيه بقى إن احنا نضغط في اتجاه إنه يذهب إلى الطبيب النفسي ليه؟ لإن دي حالة وسواس قد يكون وسواس ده وسواس قهري وقد يكون الوسواس دي والحالة اللي هو فيها دي نابعة من مرض آخر يبقى إحنا محتاجين إن الدكتور يشوفه لأن الدكتور لو ما شفوهش المسألة هتفضأ تتفاقم 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 وبالمناسبة بعض الأمراض زي الاكتئاب وزي الوسواس وزي بعض الأشياء دي فيها عدوى زي ما في الأمراض الفسيولوجية الجسدية الظاهرة فالأمراض الباطنة بتعدي كمان الأشخاص القريبين من هذه الدائرة فعشان كده إحنا محتاجين نهتم شوية بهذه المسألة وعلى طول لازم نروح للطبيب عشان نقدر ناخد أدوية تساعدنا في التخلص من هذه السلوكيات السيئة ترجمة نانسي قنقر